هل علم الطاقة ضروري للإسقاط النجمي؟ ما هي العلاقة بين الاثنين؟ هتجد في الوسط العربي الكثير من اللي بعلموا الإسقاط النجمي هم ممارسين لعلوم الطاقة أنا بتكلم عن أشياء زي البرانيكي، لينك، زي الريكي، زي هذا أشياء، تي كونغ وغيرها بغض النظر عن كل اللي بيتحدثوا فيه علوم الطاقة أو العلم الطاقة هو جزء بسيط في الإسقاط النجمي هو الشيء يسهل الخروج من الجسد وليس شيء يعني ممكن يمنعه يعني فيه أشخاص ما عندهم أي فكرة عن علوم الطاقة وأنا كنت واحد منهم ما بيعرف أي شيء عن الطاقة وحصلت على أول تجربة إلي في الخروج من الجسد، هتكلم عنها في فيديوهات أخرى لكن لم أمارس أي شيء من علوم الطاقة بالمعنى اللي هو موجود يعني لدى الممارسين له فجزئية علم الطاقة اللي أنت بتحتاج للإسقاط النجمي ممكن تجدها في هذا الكتاب Energy work, the secrets of healing and spiritual growth هذا الإشي الوحيد اللي بتحتاجه، الكتاب موجود عند الآن يعطيك بس فكرة عامة عن الأشياء الضرورية في علم الطاقة وتسهل الخروج من الجسد في عندك بتحتاج أول شيء تتعلم عن جسم الطاقة شو هو جسم الطاقة، من شو مؤلف الشاكرات الأشياء هذه تقنيات التخيل وتمرين التنفذ في الشاكرات، اللي هو primary energy center، هذا إشي مهم كيف أنت اللي هي البلوكجز أو اللي بتكون مثلاً انسدادات في الطاقة عندك كيف أنت تحررها تمام؟ هذه هي فقط الأشياء اللي إحنا بنحتاجها وتمرين جداً بسيطة، يعني حتى الكتاب لو شفته هذا، هذا هو الكتاب هذا اللي في علم الطاقة نحتاجه للإسقاط النجمي فقط لا تحتاج إشي آخر أي شيء آخر بغض النظر إيش علوم الطاقة تقول إنه هي بتساعدة العلاج أو مش عارف شو بتساوي لكن هي ما تحتاج أنت تكون خبير في الطاقة حتى تمارس الإسقاط النجمي أغلب اللي بعرفهم يعني خلال حياتي شفتهم بمارس الإسقاط النجمي مش خبراء في علم الطاقة تمام؟ ما هتكلم عن فوائدها أو مضارها أو الأشياء هذه هنا فقط أنا بحب أنوه إنه يعني إذا أنت حابت تتعلم الإسقاط النجمي مثل بعض الناس أشوفهم على طول يروحوا يدخلوا الريكي يروح يدخلوا اليوغا يدخل البرانيك هييلينغ زي التأمل كمان أيضاً في ناس بيعتقدوا إنه لازم تسير أنت خبير في التأمل حتى تمارس الإسقاط النجمي هذا غير صحيح تحتاج التأمل فقط في عنصر واحد اللي هو إسكاط العقل من الأفكار الداخلية الخروج طب لو ما تعلمت الطاقة أو عندك مشاكل طاقية شو بيحصل؟ بيصير تجاربك في الخروج من الجسد ضعيفة بتواجهك صعوبة في الخروج لما تخرج بتجد نفسك تغيب عن الوعي بسرعة فعلوم الطاقة تسهل التجربة ولكنها ليست أساسية اشتركوا في القناة